موجز لأهم الأنباء من قناة حلب اليوم أهلا بكم قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية إنه من المتوقع أن يستأنف نحو 500 جندي أمريكي في شرق سوريا العمليات ضد تنظيم الدولة في الأيام والأسابيع المقبلة وأضف ماكنزي أن نية بلاده تنصرف إلى البقاء في هذا الوضع والعمل مع قصد لمواصلة العمليات ضد تنظيم الدولة طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار روسيا بالضغط على النظام لوقف ضرباته الجوية والبرية مؤكدا استمرار الدوريات التركية الروسية المشتركة في سبيل إنشاء المنطقة الآمنة وأضاف أكار أنه رغم بعض التصريحات الشفوية والمكتوبة السابقا من روسيا بأن عناصر قصد قد غادروا تماما من المناطق الشمالية إلا أن بعضهم ما زال موجودا هناك أفق قوله سيرت تركيا وروسيا عشر دورية مشتركة بمحافظة الحسكة وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق بين الدولتين بما يخص المناطق الشمالي شرقي سوريا وقال مراسل حلب اليوم أن الدورية العسكرية المشتركة انطلقت من قرية شرك غرب مدينة درباسية متجهة إلى الجنوب مرورا بسبعة عشر قرية أخرى وذلك بمشاركة أربع مركبات لكل منهما تحت غطاء جوي لطائرات مسيرة في المنطقة الواقعة بين رأس العين والقامشلي أفرجت أجهزة النظام عن ضابط منشق من السويداء بعد مضي سنوات على اعتقاله وفقا لمصدر محلي خاص لحلب اليوم وقال المصدر المحلي أن النظام أفرج عن العقيد أيهم علي شرف الدين المرحدر من بلدة المزرعة بريف السويداء الغربي بعد اعتقاله قبل ست سنوات على أستراد دمشق السويداء وأوضح المصدر أن شرف الدين الذي انشقع عن الفرقة الجوية عشرين كان يخدم في مدينة الضمير بريف دمشق بدأ منظم الرحلات السياحية الروس بتنظيم جولات سياحية إلى سوريا رغم تحذيرات صدرت من قبل السلطات الروسية لمواطنها بتجنب السفر إلى سوريا وذكرت شبكة بي بي سي أن شركتين بدأتا بتقديم برنامج للرحلات يتضمن زيارة مدن سوريا تنطلق من العاصمة اللبنانية بيروت مشيرة إلى أن تكلفة الجولة تبلغ ألف وتسعمائة وخمسين دولارا أمريكيا أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا ونقلت وكالة عمون الأردنية عن مصدر عسكري في الجيش أنه وعد تفتيش المنطقة الحدودية تم ضبط عدد من الأكياس تحوي 262 ألف حبة من نوع كيبتاجون و2660 حبة نوع ترامدول مشيرة إلى أنه تم تحويلها إلى الجهات المختصة ختم الموجز شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء